محمد صلاح نجمينا المصري الكبير بعد أداءه الرائع جداً أمام نيوكاسل النهاردة وتسجيله هدفين في فوز فريقه بربعية قال بعد المباراة أنا قلت النفسي بعد الشوت الأول وهيضار ركلة جزاء هل هروح منتخم مصر بالأداء ده؟ وبعد كده قلت لا مش هعمل كده وقال إن اللعب مع منتخم مصر بيعني الكثير ليه وممكن تسأل جيمي كارجر أو أي شخص اللعب في المتخب الوطني ده مش أمر عادي جيمي كارجر طبعاً محلل فيه لستوديو التحليلي وواحد من أهم اللعيبة اللي جات في تاريخ ليفربول في مركز المدافع قال كمان عن تقصه ليفربول بغيابه الفترة اللي جاية بسبب مشاركته في كاس الأوم الأفريقية قال هيكونوا بخير بدوني وعندهم لاعبين رائعين ليفربول يعني وقال إن أي لاعب ليفربول ممكن يشارك فيه مركزي ويقدر يعمل اللي بعمله وقال إن إحنا نؤمن كثيراً بقدراتنا على تحقيق لقب الدوري ولدينا مواهب عديدة فيه الفريق فقط نحتاج للعمل بقوة واختتم تصريحاته إحنا الآن في صدارة الترتيب ونحتاج فقط إلى الاستمرار والفوز بكل مباراة لما تسأل تحديد على كاس الأوم الأفريقية قال أنا عايز أكسب كاس الأوم الأفريقية أنا بحب الفوز بكاس الأوم الأفريقية يا رب وصراحة يا رب كلنا وراك كلنا دعمينك ومسندينك أنت وكل زميلك بإذن الله